ده الجزء الثاني من حكاية دالي فلو ما شفتش الجزء الاول هتلاقيه في التعليقات وقفنا في الجزء اللي فات لما العصابة قتلت وزير مهم في الوزارة وكانوا الاطفال كلهم يختفوا والخادمة مش لقياهم وبتفتكر الخادمة ايه اللي حصل قبل ما يختفوا الاطفال وهو ان دالي واصدقائه كانوا بيوضعوا اطفالهم وبيسوبوهم مع الخادم والخادمة لحد لما يرجعوا وبيروح دالي عنده رقفيل وبيقوله خد بالك من اوريو وان لو حصل لحاجة انت هتكون المسؤول عنه فبيقوله رقفيل لا مش ههتم بيه واصلا مش هعرفاه خد بالي منه فبيقوله دالي انت ابن اللي بحبه وعارف انك هتاخد بالك من اخوك الزغير وبيمشي دالي واصدقائه وبيكون انزاي ابن دينو بيبص عليهم من الشباك عشان بابا ما ودعهوه ازاي باقي الاطفال وبتبدأ الدميات دي تزهله تاني لحد لما بيسرخ عليهم وبيقولهم بطلوا انتو كمان دوشة مش عارف اقرب سببكو ولما بتروح الينا تلعب معاه بيدربها وبتعيط فبيتعصى بقيته ابنكنشي وبيقوله اعتذل لها وبيفضلوا يضربوا في بعض الحد لما الخادمة بتدخل وبتخليهم يسكتوا وبتقولهم يتصلحوا ويتأسفوا البعض بس برضو بيكون انزاي متدايق ومش عارف يعتذر وبتزهله الدمى تاني وبتخليه ينهار وبكون الخادمة مستغربة من تصرفاته جدا وبعدها بتدخل زوجة هنري ورئيس الخدم بتاع دينو وبيكونوا عايزين ياخدوا الاطفال ويهتموا بيهم بس الخادمة بترفض وبتقولهم ان دي اوامر السيد دالي وما ينفعش ياخدوهم فبيكرروا يستنوا لحد لما دالي ييجي والخادمة بتقعد معاهم وبتحكي لهم عن تصرفات انزاي ابن دينو وانه بيشوف هلاوس وبيتصرف بطريقة غريبة من زي باقي الاطفال فبتقول زوجة هنري ان هو كده بيمر بمرحلة مراهقة وانه عايز يكبر بسرعة ومش عايز يحسوا ان لسه طفل صغير وان طبيعي الاطفال في سن المراهقة بيحسوا بهلاوس غير مرئية بس بتقولهم ان ده نادر انه يحصل واكيد فيه سبب خلاه يبقى كده فبيقول رئيس الخدم ان والده هو اللي خلاه كده وانه دايما بيقوله ان عايزك شبهي وانك تكون قد المسئولية فده خلاه يتصرف عكس طبيعة الاطفال وبعدها بيقول ايته الانزاي تعالى وصلني عندي الحمام عشان خايف فبيقوله انت بجد طفل قوي بس بيروح معاه في الاخر وفي تلك الاسناء بيروح رأفيل عنده اوريو وبيقول انا لازم اتخلص منك وبيشيل اوريو وبيطلع بيه برة فبيشوفوه انزاي وقيته وبيقولوله انت رايح فين فبيقولهم رايح اتخلص من اوريو فبيسمعوا البنات كمان وبيكرروا يروحوا كلهم وراه ويلحقوه قبل ما يعمل حاجة في اوريو وبعدها الخادمة بتقول انا هروح اعمل الاكل للاطفال ولما بتدخل تشوفهم مش بتلاقيهم زي ما شفنا فبيتكلم الخادمة دالي وبييجي هو واصدقائه وبتحكيله اللي حصل ومش بيلوموها لانها مش غلطتها فبيكرروا ينتشروا ويدوروا عليهم فبيقول دينو طالما انزاي معاهم ما تخفوش عليهم هو عائل وزكي وهيعرف يتصرف فبيتكلم رئيس الخدم وبيقول لدينو بسبب الموضوع ده ابنك بيمر بمرحلة مراهقة مبكرة واننا شفناه بيعاني من هلاو صغير مرقية فبيضحك دينو وبيقول مستحيل ده لسه صغير فبيتقول زوجة هنري انت اللي ضغطت عليه بالشكل ده وخليته يحس بكده وهو لسه طفل صغير فبيقول كونشي مش وقته الكلام ده احنا لازم ندور على الاطفال قبل ما يحصل لهم حاجة وبنروح للاطفال اللي بيكونوا ماشيين ومش عارفين يروحوا فين فبيفكر رأفيل انهم يروحوا للوزير يوهان ويشتكي ليه ان دالي مش مهتم بيه بس في نفس الوقت بيكونوا مش عارفين الطريق وبيطلع عليهم مجرمين وبيكونوا عايزين يخطفوهم بس بتظهر واحدة من العصابة وبتضرب كل المجرمين وبتنقذ الاطفال وطبعا مش بيكون عارفة دول اطفال مين وبعدها بيشكروها الاطفال وبتودعهم وبيمشوا بس بتحس من ناحية الاطفال جيب حاجة غريبة فبتكرر تمشوا وراهم هي واللي معاها وبيفضلوا الاطفال ماشيين لحد لما بيتعبوا من كتر المشي وبيعيط قريو فبيعيطوا كلهم في الشارع والناس بتتفرج عليهم وبعدها بتجي لهم تاني البنت اللي من العصابة وبتقول لهم انتوا عايزين تروحوا فين بالزبط وانا هواديكوا فبيقولولها احنا عايزين نروح عند جده يوهان فبتصدم جدا وبتعرف ان دول اطفال دالي واصدقائه بس بتكرر توصلهم لحد الاصر بتاع يوهان وبعد ما بتوصلهم بتقول قد ايه المعلومات دي طلعت مهمة وكويس ان نعرفنا مكان الوزير يوهان وبيروح رقفيل عند الحارس بتاع الاصر وبيقولوا انا ابن دالي وعايز اقابل جده يوهان فبيتصدم جدا ان ازاي الاطفال دول جمل وحدهم هنا وبيبلغ الوزير يوهان وبيدخلهم وقبل ما يدخلوا بيكونوا عايزين يشكروا البنت اللي وصلتهم بس بتكون مشيت وبتعد تفكر ازاي هتستفاد من الاطفال دول وبتقول لابرام يروح ويبلغ باقي العصابة باللي حصل ده وبنرجع للاطفال اللي بيكونوا كلوا وارتاحوا وبيقول ان زي ليوهان احنا اسفين ان احنا جينا في وقت زي ده فبيقولهم يوهان انا مستغرب ازاي قدرتوا تيجوا لوحدكم هنا فبيقولولوا البنات ان فيه انيسة طيبة وصلتهم لحد هنا فبيقولهم يوهان اللي عملتوه ده غلط وعايزها على الباباكم جدا وما تعملوش كده تاني عشان ممكن تتئزوا فبيسمعوا كلامه وفي نفس الوقت بيبلغ يوهان دالي ان الاطفال عنده وبيكون دالي اصدقاءه رجبين وريحين عنده يوهان وكانوا مستغربين ازاي الاطفال قدروا يروحوا لحد هناك لوحدهم وبيعادوا يلوموا نفسهم انهم مأثرين معاهم ولازم يهتموا بالاطفال اكتر من كده وبنروح للاطفال وبيكونوا كلهم ناموا معادة ان زي كان قاعد مع يوهان وبيتكلم يوهان معايا وبيتعرف عليه وبعدها بيعزمه على قهوة بس انزاي بيقوله طعمها مر فبيقوله ان القهوة مش بتعجب الاطفال فانزاي بيقوله انا مش طفلة انا كبرت خلاص فبيقوله يوهان انا متفهم انك عايز تكبر بس الطفولة دي مرحلة في عمرك ولازم تعيشها وتبسط ومسيرك هتكبر في يوم وبعدها حد بيتكلم من ورا الباب وبيقوله يوهان ان فيه شخص جاي ياخد الاطفال فبيقول يوهان اكيد دالي وصل وفجأة الباب بيتفتح وبيدخل واحد من العصابة واللي بيكون اسمه ابرام وبيخرج نار من بقه وبيهجم على يوهان وكان دالي واصدقائه وصلوا وبيلاقوا المكان بيحترق فبيجروا بسرعة عشان ينقزوا الاطفال بس بيجوا حراس المكان وباين انهم تحت سيطارة العصابة وبيمنعوا دالي واللي معاي من الدخول فبيحاول دالي واللي معاي يبعدوهم عن طريقهم من غير ما يقزوهم فبيقول كونش لدالي روح انتا وانكز الاطفال واحنا هنهتم بالموضوع هنا ولما بيدخل دالي الاصر السقفي بيتكسر فجأة وبينزل ثلاثة من العصابة وهم ابرام وكيتا وكيكي وبيبدأ ابرام ينفخ نار على دالي وكيكي بتهجم عليه وبتحاول تضربه وبيكون باين ان ضربتها قوية جدا وما بين ما هم التلاتة بيحاولوا يضربوه بيقدر دالي يهرب عن طريق الفتحة اللي في السقف وبيكون الاتنين التانيين اللي من العصابة اللي هم كيس وجوريس بيتقتلوا مع يوهان وما كانوش عارفين يلمسوا يوهان بس بيقدروا في النهاية يضربوه ويخلوه يفقد الوعي والاطفال بيكونوا وقفين بيتفرجوا وخايفين نروح لكونشي واللي معاه وهم بيتقتلوا مع الحراس بس بيكونوا الحراس عددهم كبير جدا وفجأة بيوصل خادم دينو وزوجة هنري وبيساعدوهم في كتال الحراس وبيتقول كتي زوجة هنري يروح انتوا وساعدوا دالي في انقاذ الاطفال وانا وريشت هنهتم بالحراس وكان دالي يوصل عند الاطفال وبيتقاتل مع الاتنين اللي من العصابة ووسط المعركة جوريس بيمسك دالي وبيحط السكين على رقابته وبيقول له محدش هيقدر يقف قدامي ولازم انتقم من ترامب وفجأة دالي بيشم ريحة كريهة وبيقول لجوريس انت من الدينبر صح والدمبر دول بيكون نصهم مصص دماء ونصهم بشري وهنعرف معلومات اكتر عنهم بعدين المهم بيقدر دالي يفك نفسه من جوريس وبعدها بيجوا باقي العصابة عند دالي وكلهم بيهجوموا عليه وبينزلوا ضرب فيه بس دالي مش بيستسلم وبتقاتل معاهم بس فجأة بيجي جوريس من وراه وبتعانف بطنه فدالي بيبادوا عنه وبعدها بيقع على الارض وبيكون بينزف جامد وفي الوقت ده بيوصل كونشي واللي معاه وبيحموا دالي فبيقولهم كاس استمتعتي بوقتي معاكم بس القتال معاكم ما كانش جزء من خطتنا واحنا لازم نمشي وبيكونوا خدوا الاطفال ويوهان وبعدها ابرام بيحرق الغرفة كلها وبتهرب العصابة فدالي بيكون عايز يروح وراهم بس كونشي بيقولوا مش هنقدر نلحقهم وكمان لازم تتعافل اول من الجرح ونحط خطة ونقدر ننقذهم ووسط ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت بكاء طفل فبيروح دالي يشوف مصدر الصوت بيلاقي قريو موجود على جنبه ومتغطي وبيكون رأفيل هو اللي عمل كده عشان يحميه من العصابة وبعدها بيرجعوا كلهم للبيت اللي كانوا موجودين فيه ودالي بيكون نايم بيستريح وبيقول كونشي للموجودين ان العصابة بتسعى خلف ترامب وبما ان الوزارة مسؤولة عن حماية ترامب فقرروا يخطفوا الوزير يوهان عشان ياخدوا منه معلومات عن مكان ترامب فبيقول هنري تبليه خدوا الاطفال معاهم فبيقوله اكيد خدوهم قرهائن عشان يخلوا يوهان يتكلم وبيتقول كتي وجود يوهان معاهم هيوفل لينا وقت انقذهم الوزير يوهان مشهور بزكائه واكيد هيقدر يعطل العصابة فبيقوم دالي وبيقولهم ما اعتقدش انه هيقدر يعطلهم لمدة طويلة لان الوزير يوهان من اكبر عائلة في مجتمع مصاصين الدماء وعائلته بالكامل كانوا بيضحوا بحياتهم من اجل حماية ترامب لان حماية ترامب بمثابة حماية مجتمع مصاصين الدماء بالكامل وده معناه ان لو الاصابة خيرت يوهان بين ترامب والاطفال فاكيد يوهان هيختار ترامب وهيكون على استعداد انه يضحي بنفسه شخصيا فلازم نوصل للاطفال بسرعة وننقذهم وفي اليوم التاني كان دالي تحسن وبيكون رايح هو واصدقائه عشان يبدأوا بحس عن الاطفال وبيسيب اوريو مع كبير الخدم والمربية وبعدها بيروح دالي واللي معاه للقصر بتاعه فبيقوله كنش احنا جايين هنا نعمل ايه فبيقوله دالي انا لاحظت وجوده عضو غريب بين العصابة وهو ان واحد فيهم كانت رائحة وكريهة جدا فبيقوله كنش يبقى ده اكيد من الدمبر نص بشري ونص مصاص دماء ودول بيكون راحتهم كريهة بالنسبة لمصاصين الدماء فبيقوله دالي بالزبط كده وهو ده هيكون الدليل اللي هيوصلنا للعصابة وبيدخل دالي عند المكتبة وبيفتح باب سر الغرفة اسفل الاصر ومحدش بيكون فاهم وهم رايحين فين بالزبط ولما بينزلوا السلم بيدخلوا غرفة الارشيف وبيقولهم دالي ده ارشيف فيه كل المعلومات اللي تخص ترامب فبيقوله دينو انت خدت المعلومات السرية دي من الوزارة فبيقوله دول مجرد نسخ للكتب اللي فيها المعلومات الاصلية فبيقولوله ازاي تجمع معلومات سرية كده من غير ما تقول لحد اللي انت عملته ده جريمة والوزارة لو عرفت هتعقبك عليها وبيقول دينو اللي انت عملته ده اختراق لقوانين الوزارة بس هنغض بصر عن الموضوع ده دلوقتي ونركز على انقاذ الاطفال فبيقولهم دالي انا مستعد لأي عقابة هيتحكم علي بيه بعدين بس المهم دلوقتي نركز في انقاذ الاطفال وبيقولهم لما عرفت ان العصابة معاها واحد من الدمبر افتقرت حاجة كده وهو ان من سنة في حادث حصل في قرية ريفية والقرية دي كان جميع سكانها من الدمبر يعني هاجين بين بشري ومصاصين الدماء والحادث اللي حصل هو ان القرية تحرقت بكل سكانها وماتوا وبيقولوا ان ترامب هو اللي عمل فيهم كده والعضو اللي في العصابة شكله كان من سكان القرية ويمكن هو الوحيد اللي قدر ينجو من الحادث اللي حصل عشان كده جوريس قالوا انه هينتقم من ترامب ومحدش هيقدر يوقفوا وتقريبا جوريس مغطي جسمه بسبب الحروق اللي حصلت له في الحادث وبنروح عند العصابة وبنشوف ان الاطفال بيلعبوا برضو وعملين ازعاج ولا كأنهم مخطفين بس يطر دالي واصدقائه هيدر يوصلوا للاطفال وينقذوهم قبل فوات الاوان وايه هي خطة العصابة الجاية وهيعملوا ايه كل ده هنعرفه في الجزء القادم اشتركوا في القناة